الآن المعركة إما أن تكون أمريكا تقف مع محميتها التي هي قوات قشد وإما أن لا تقف إذا وقفت أمريكا بقوة مع قشد لا معركة لأن لا تركيا تريد هذه المعركة ولا أمريكا تريد هذه المعركة ولا تركيا تفرط بأمريكا ولا أمريكا تفرط بتركيا وخاصة في مثل هذا الظرف الذي هو عبارة عن تجميع حلفاء والعالم يتمحور لذلك مجرد انسحاب أمريكا البعض يقول ضو أخضر أمريكي شو ضو أخضر أمريكي في أنت خصم بهذا المكان إما أن تقف بوجهي وأحاربك أو لا أحاربك وإما أن تنسحب من أمامي أمريكا بدأت تعطي يعني إشارات بانسحابها جانبا عن معركة منبج وتل رفعت بهذه الحالة المعركة محسومة تماما لا أقول من قبل الجيش التركي فيعني الجيش التركي لا يعني قوات قسد بكل ما تحتويه من تدريبات وعناصر وإلى آخر لا تعادل فصيل من الجيش التركي لكن إذا أفلت زمام الجيش الوطني الحر في الشمال يعني في شمال سورة في إدلب لوحده وبدون أي مساندة هو قادر على قضم قسد في منبج وفي تل رفعت يعني لا أقول خلال ساعات لكن على الأقل خلال أيام لوحده لأنه لا يوجد تكافأ الجيش الحر مدرب الآن ومستعد واستعرض فصائل وجهزها وهو على أهبة الاستعداد لدخول هذه المعركة فما بالك عندما يكون بظهره المسيرات التركية والجيش التركي والآخر لذلك يعني على قوات قسد أن يتأكدوا أنه مجرد إعطاء قدح شرارة الحرب باتجاه هذين المكانين فيتعلقوا بأجنحة الطائرات وعجلات الطائرات الأفغانية إذا أوتيح لهم أن توجد طائرات يتعلقون بعجلاتها موسيقى